السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مستمرين في رحلتنا في حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام احنا النهاردة في نهاية سنة ثلاثة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا رسول الله عنده 56 سنة بعث وهو عنده 40 قعد 13 سنة في مكة ودي ثلاث سنين في المدينة 56 سنة انتهت غزوة أحد بما حدث من مقتلة كبيرة جدا في المسلمين وبما حدث من إصابة للنبي عليه الصلاة والسلام واستشهاد لكتير من كبار الصحابة ورجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على طول على المدينة ولكن أراد النبي أنه يعمل موقف يبث فيه اللي همه في الجيش المنكسر وأيضا جيل النبي عليه الصلاة والسلام العلم أن أبو سفيان قائد جيش المشركين ممكن يرجع تاني لما شاف أنه هو قتل كتير من الصحابة طب ما نرجع تاني نرجع واللم جيشنا ونكتاح بقى المدينة وجيشها دلوقتي ضعيف فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة أنه هم زي ما هم كده يجمعوا نفسهم تاني بالمصاب اللي فيهم بالمجروح اللي فيهم باللي بيعرج اللي فيهم وطلب صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج في الجيش إلا من كان معنا في أحد اللي شاف المشهد بتاع أحد بس ولا يخرج فطلب منه سيدنا جابر ابن عبد الله الأنصاري ابن سيدنا عبد الله ابن حرام اللي نزل فيه ولا تحسبلنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سيدنا جابر ده اللي ما طلعش مع أبوه في الحرب عشان كان قاعد مع إخواته البنات التسعة قال له يا رسول الله أنت ما سمحت ليش أو أبويا ما سمح ليش أخرج في أحد سبني أخرج معك فسمح له النبي عليه الصلاة والسلام وخرج جيش المسلمين يتبع جيش المشركين اللي أصلا هو اللي أصاب من المسلمين سبعين شهيد وإحنا مش قادرين نقف لا إحنا هنكمل وفعلا في الطريق كما يروينا ابن هشام أشهر من روى السيرة النبي سفيان قال لهم لا محمد قتلتم ولا الكواعب أردافتم لا خدتم منهم أسرة ستات ولا قتلتم محمد طب إحنا عملنا إيه يلا نرجع نهجم عليهم تاني ففعلا جمعوا بعض وكانوا عايزين يرجعوا فطلعت النبي عليه الصلاة والسلام النبي خرج وجهه مجروح عنده بعض الأسنان مكسرة شيفيفه مجروحة صلى الله عليه وآله وسلم شفته السفلة الشريفة كتفه اليمين كان فيه جرح كبير جدا وركبتينه اللي اتنين متعورين صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة واحد زي سيدنا طلحة بن عبيد الله بيقول أنا خرجت وأنا فيها تسعة وتلاتين جرح متكئ على واحد من أصحابي وإخواتي إيه ده؟ انت بتتكلم على جيش حصل فيه إصابة رهيبة وشهداء كتير قوي بس إحنا ما ينفعش نرجع بالروح دي إحنا هنقوم وينزل القرآن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إلا حصل إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج وكان في قبيلة من قبائل فيها مسلمين وفيها مشركين اسمها قبيلة خزاعة منهم واحد اسمه معبد الخزاعي شاف الكلام ده قال لسيدنا النبي وكان مشرك قال له أنا أأسف لما أراه فيكم لأنه كان بيحترم النبي حتى لو ما كانش مسلم لكن كان بيعظم النبي فقال له أنا هعمل حاجة وخد الحصان بتاعه وجري في الصحراء كده فشاف أبو سفيان أبو سفيان يعرفه من قبيلة خزاعة والاتنين مشركين فقال له أنا جاي لك وشايف محمد بيجاهز جيش ضخم عمري ما شفت جيش قد ده وأقسم إنه هو ياخد حق المسلمين بعد اللي حصل الإمبارح ده معنى الكلام طبعا بحكي لكم بالبساطة يعني فأبو سفيان قال أو ما تقوله حقا قال نعم فخوف أبو سفيان بعدين أبو سفيان عمال يفكر كده يعمل إيه طب أخوفهم ولا أرجع فأنبعت واحد من قبيلة اسمها قبيلة عبد قيس روح قول لمحمد إن إحنا مجاهزين جيوش إحنا كمان كبيرة جدا علشان نرجع نكتاح المدين فلما وصل صاحبهم بتاع قبيلة عبد قيس قال لسيد النبي كده فقال الناس حسبنا الله ونعم الوكي ساعتها كان أبو سفيان بيستشير الناس وصدق معبد الخزاعي وخاف إن فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يجي يثقر للحصل في أحد فمشي جيش المشركين ووصل جيش المسلمين لمنطقة اسمها حمراء الأسد على بعد عشرة أميال من المدينة ملقوش جيش أبو سفيان الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بس دخلتهم بقى للمدينة بعد ما فر جيش المشركين كالدخل في السماء عكس اللي حصل لما رجعوا هم مجروحين الجرح الكبير وبالشهداء بالعدد الكبير ده حصل ارتفاع كبير جدا في المعنويات وده بفضل ربنا ثم بنور النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة جدا حالة الصحابة في استجابتهم لدعوة النبي نطلع في حمراء الأسد الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح بعد الجراح الشديدة والمقتلة الشديدة معاك معاك للآخر في ناس كده معاك للآخر أنا مؤمن بقيمك ومؤمن برحمتك ومؤمن أن أنت مبعوت من عند ربنا سبحانه وتعالى تنور لنا الطريق معاك للآخر وبعدين اللي معاك للآخر ده هو شخص ممتن أنك وثقت فيه فرق السماء والأرض لما تيجي تطلب مني حاجة يقول لك طيب حاضر بالطريقة اللي هي فيها أي ماشي ونقول لك شكرا أنك أنت أصلا وثقت فيها وطالب مني طلب هيخليني أفني وقتي وجهدي ومالي في حاجة ترضي ربنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم وبعدين راحوا سمعوا الأخبار إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم اخشوهم إيه ربنا معانا يعني واحد بيقول له فيه نملة اطلع يجري من النملة نملة إيه ندوس عليها برجلي اللي حاسس إن ربنا معاه البشر بالنسبة له هوى سوى إحساس مش سهل إنك تشعر بسند المعية وتعيشه فأموا أيلين كلمة بالسجية كنت إحنا ربنا يكفينا هم الناس دي قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نفس الكلمة اللي قالها سيدنا إبراهيم وبترمي بالمنجنيق في النار نار قعدوا شهر يبنوها مش عارفين يرمو فيها فلازم يرمو بالآلة العمز المدفع بيرمو بيها الصخور على الحصول اترمى حسبنا الله ونعم الوكيل اكفيني يا من تستطيع أن تكفيني فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أنا متصور وهم راجعين آخر اليوم كده مرهقين جداً جداً النومة كانت حلوة أحلى نومة في الكون لما ترجع تعبان من حاجة لها إيه ما عملتها وزع إطعام بتشتغل بتساعد حد كان عنده أزمة ومشيت لما رجلك ورمت معها راجع بيتك بتحط دماغك على مخدة كده ملك ملك إن ربنا أكرمك بالتعب ده سبيله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر